خوتي مغربة السلام عليكم برقع واشاركم مسحة وسلامة وطول العمر ان شاء الله هاد النهار غادي نهبط نيفو ولكن ما عندي ما دير بالرغم من اننا في شهر رمضان هاد الشهر المبارك غادي نتكلمو على واحد بلف ديال الميتلي نورزينو هانتو مالعكار هالقصيصة هالنضيدرات والاستاذ زهراش كتعرفوا اليوم عيطوا علي الامن الوطني قالوا يا سيطة وجني ضروري تحضر لعناء اللي مكتب حضاش ديال فرقة محاربة الجريمة الالكترونية يوم مشيت لعندهم اول حاجة بغيت ننوه بالعناصر ديال الامن الوطني على الاحترافية ديالهم ما كانوا معايا ما كانوا ضدي ولكن احترافيا صراحة الامن الوطني كيفاش غادي رائع كنت بغيت نشوف ولكن بغي نشوف الصحة العمومية التعليم العمومية بغيت نشوفهم تاوما بحلاكك كل التنويه والشكر الامن الوطني ولكن ده باجي ندوزل الموضوع اربعات سويع وانا عندهم وسؤال جواب طاق 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 ها زهراش قال ها نورزينو قال المهم طاحوا علي بقوت في شكاية ديالهم بعدد من الكذوب كيقولوا هما تهموني بانني دعاءة كاذبة بتشغير بشي حويج ولكن كل ما قلته في ثلاثة الفيديوهات بخصوص هاد الميلف كله صحيح وغادي نرجع اليوم ونصحح لأستاذ زهراش والنورزينو الأمور وهاد شي كامل غادي نقول لكم بانك كن واحد خلال في المخابرات الخارجية المغربية هي اللي كتسير وهي اللي حركت هاد الشكاية هادي وواش لإلهاء المغربة من الغلاء الأسعار ولا حواش هرا ولا ناس ما عارفين ش كيديروا لغة كيشيروا ديما غادي نقولها المخابرات الخارجية ديالنا دخل في هذا الموضوع هادا وما بالله يهديهم زهراش وبعدها واحد القادية النيابة العامة مع طلطنيش كينما وصلت الشيكاية عيطت البوليس قلت لهم عاجلان البوليس عيطوا عليا عاجلان ذاك شي مسربي ما كانش غدا ولا بعد غدا ولا اش حاجة مسربي ولا كي كيديروا خدمتهم وأنا أفتخر بهم ما شي مشكل غادي نمشيوا لدابة لرئاسة النيابة العامة وبغيت نفهم في بلادي كيفاش يتابعونا بعض المغاربة ولا يتابعون وحد آخرين كتعرفوا قضية السعيد العالمي كتعرفوا واحد العادة ديال المواطنين داروا غير تدوينهم وقراسهم في الحبس كتعرفوا انفيصاليين ديال البوليساريو هادوا عايشين معانا هادوا حاملين يجاوز صفر مغربي كيسبوا المغرب كيمشيوا عند البوليساريو عند العادو كيتعلموا السلح كيهزوا السلح الكالاش كيديروا كل شي تشي واحد ما كيتكلم معهم وفي الوقت اللي كيني المواطنين بوسطة دار شي حاجة نزلوا عليه غادي نمشي لنورزينو هاد نورزينو هادا الميتلي وسمحوني يا ما عندي ما ندير هاد شي طاح في فرمدان كون غير تسنو شي شو بعدها حتى نفطرو نورزينو الميتلي كيحط شي كايا بيا نورزينو رئاسة نيابة العامة ما شافش من الضروري انها تتابعوا نورزينو اللي سب المالك اللي مخلل في المالك غلي ينساهم وغير مؤخرا نورزينو اللي تبول على العالم الوطني ديالنا نورزينو اللي الصحراء المغربية وصحراء غربية وشي احضرات نورزينو اللي قال لك الجيش الجزائري خير من المغربي وهذا في شي كاياك يقول لك نورزينو انه دخل المغرب بالباسبور دياللجوء السياسي واللجوء طالبوه ضد الجزائر ماشي ضد المغرب يعني ما عندوش هو مشكل مع المغرب وهناك يعطى عرف انه مواطن جزائري قال لك هرب من الجزائر انا بغيت نعرفه يمتاك من الجزائر وهو كان عيش معنا ها واحدة الثانية النهار كان هرب وكان في احدى المدينتين المحتلتين كانتزوج مع واحد جزائري دابا راجل مع راجل وسمحوا لي ايها دابا نطلب اسماحة مويمة شي بك يدقاش في رمدان ودزوج مع راجل جزائري وعلنوا عن الزواج ديالهم والصحف الاسبانيات تكلموا عليها وقالوا للضطهاد اللي كيتعرضوا ليه الميتليين في المغرب وفي عدد من الدول المسلمة وهذا هذا بهذا هذا نرزينه مول هد العقير ومول هد القصيصة وهذا شي هذا نرزينه نيابة العامة رئاسة نيابة العامة مرتقتش متابعتها بالرغم من هد شي كامل المالك هالعالم هالفضيح اللي دار تمه لا لا ودخل المغرب دخل المغرب دار ندوها صحفية أستاذ زهراش كيقول بالشيكاية دياله أنه تلقى جميع الأتعب دياله ودار هد شي حسب الضوابط والقوانين المعمول بها باش يدافع على نرزينه غادي نبدأ السؤال من الول هاد نرزينه مستخدم بسيط في واحد الفندق في مالاقا هاد نرزينه غادي ربح أقصى تقدير واحد الألف ومية تورو يعني مليون ومية بغيت نعرف أنا رأيت لوحد السيد باش نشوف اشنا هم التصريحات الضريبية عند السلطات الإسبانية ديال نرزينه الدحماني وهذا بغيت نعرف أنا كمواطن كين الناس غيجيبوا التصريحات الضريبية دياله لأنه لا في شي كي يديل ولا تزهراش كي يقول كلها ما كيش مخابرات ولا هذا بغيت نعرف شكونا هي الجهة لمولتها ديش كامل شكونا هي مول هادشي أستاذ زهراش خلي المكتب دياله كيخليه لأيام باش يمشي إسبانيا أستاذ زهراش كلف واحد محامية إسبانيا وخلصها أستاذ زهراش كيش الطيارة ألي روتور أستاذ زهراش كيمشي لواحد الفندق اللي يمشي إليه مقابل مع محطة القطار في مالاقا ونزل في ذاك الفندق اللي هو 4-5 نجوم اللي لشامر فيه بين 200 الفرنك و 300 الفرنك الليلة وزيدها الأكل وزيدها الأتعب وزيدها المصاريف الصفار يعني إحنا هنتكلمو على عشرات الملايين اللي تصرفات في هاد سيراجي عند نورزينو هاد نورزينو مين جاب هاد الفلوس واش شي جمعية ميتلية عوناته لا يمكن لأن فجل مغرب مجاش في لعب شي حاجة اللي كتمثل ميتلية جا كميتلي وتبارك الله على الأستاذ زهراش والصحافة وهذا دغية سمه يوتيوبرز دغية سمه واحد المؤترين هذا التأثير السلبي ومؤتير وعنده ربعا دير ناس تابعينه مني جاته مؤتير مني جاته يوتيوبر مني جاته هاد الصفات كاملة ولكن مني كان بغن نضخمو شي حاجة خلقوا لها التخريجة أستاذ زهراش جاب هاد الميتلي وجابوتاه هو في الطيارة وعنده البيئة ألي روتور عنده القاعة في الفندق اللي كراوها تاهية شكو نخلصها غادي نعاو تاني مش كو لي خلص هاد شي كامل هادو اسئلة مشروعة الأستاذ زهراش كي يقول لك بأن داز خدال أتعب دياله وماذاك شي قانوني علاج دكش عالش أنا غنجيب التصريح الضاريبي ديال نورزينو وغادي نشره ومن حقين نشره أبغيت نعرف لأننا خلصي نعرف إلا كان نخلص زهراش هو يعني خلصتش يدوز بتحويلات قانونية من البنكة البنكة في المغرب والسيد زهراش مني خدا هادوك الفلوس صرح بيهم المديرية الضرائب أستاذ زهراش اسمح لي إلا جبت هاد الموضوع أنا ما بايش نتكلم عن المديمي اللي تكلم على شي محامي خدا الملايين صحاح على ظهره ماشي عشرات المليون ماشي عشرين مليون كيتكلم على الملايين صحيحة نورزينو تا هو كيتكلم على شي محامي اللي قال لك راه يضرب شي فلوس مات شي فلوس مني شفت هدي ديال نورزينو قالت نورزينو هدا مازا ما توصلش بفلوسه كاملة لأن الخطة كانوا فيها بأنه غا يدعيه بأنه المحكمة الإسبانية بأنه لما ديولنا تراجعوا قال لهم ما روني الفلوس قالوا لي هيا سير تلعب سدوا عليه قالوا ما أنا نفضحكم ها هو ما بحلهم بحل لوحد العدد ديال الميل فات سيبقوا حاصلين فيه خاصهم ديما يرشوه باش يسكت وقت مات قادوا لي الفلوس غا يرشوه وقت مات قادوا لي الفلوس أجي هكا واحد الباركة وسكتنا ومن هنا في كينتاع شوعة وتاني إلا غا نعطيوها ريال غا نخرجو ثلاثة ريال جدريال غا تبشي فتريق وريالة وتصل نورزينو وإحنا غادي هادي بلادنا وإحنا عارفين الأمور كي تدوز قولوا لي المديمي ملكي المديمي إنسان اللي يفضح حقين فاساد ما قلش حاجة خيبه كل حاجة بالحجاج ضربوه في ثلاث سنين رئاسة نيابة العامة اللي تبعتو علاش رئاسة نيابة العامة ما تبعتش نورزينو يك إلمس سيتي بالمالك مشخص المالك في هالحبس يك العالم الوطني تبوو تقلي في هالحبس هادي سيد عندو أفلام خاليعة رامان حشو بنقول لكم بالفيديو هاو كين عندي أشفيه هو وراجل ومصور رأسه فرحان واش مشي فضيحة هادي الميتليا العلانانو هادا كيعاقب عليها القانون المغربي وجايبينو المغرب وقال لك أه دا بغان مشي فطرح دي الزهراش مكي لها مخابرات للتحاجة هاد سيد جزائري واش المخابرات الجزائرية هيلي سيفطاتو هيلي مولادك سيد زهراش أو مولادك نورزينو تحتو في الفخ لا يمكن جمعية مثلية لمولات ممكنش تمول محل هاد العمليات خصوصا لضرب أستاذ زيان لضرب الوهيبة لضرب بعض النشاطاء الحقوقي لا يمكن شنو اللي كيف يبقى إلا حيدنا غير درنا الوبيغاسيون دي اللي ميناسيون نحيدو هالمثلية جمعية المثلية مايمكنش الجزائر لا يمكن وإلا المغرب دينا لأنه هو اللي عارف ونظم وغير مني كتشوف بعض الصحفين ولاش كل المنابر غتعرفين الدولة كينا راهاش كون كي دقينا غير الدولة المغربية كينا المخابرات الخارجية دينا لأنه هي الاختصاص ديالها خارج أرض الوطن وخصوصا عوتاني في مالاقا ومالاقا عقلته على المدير ديال الشرطة الوطنية اللي تهو بنته خدامة عند المخابرات الخارجية دينا وكتقادة واحدة سالير ديال ألفين يورو للشهر يعني جوج لملايين للشهر وبأنه كين تقرير كيتكلم عنه هاد الشرطي هاد مدير الأمن بأنه راه كان عنده لقاء معي سيل منصوري هاد شي يكون شي وطائق أشهد شوها في اللي حتونا واربع هات سويع وأنا أشقل نورزينو واحد كلمة قلت هال العناصر ديال الأمن الوطني لا يشرفوني أن أجيب على الأسئلة ديال هاد نورزينو هذا لا يشرفوني هو براسه ولا يشرفوني حتى الأستاذ زهراش اللي طحفت الفخ هذا هاد راه مصيبة الأستاذ أنت أستاذ وقدمت يراسك في الشيكاية أنك ناشط حقوقي أنك ناصر المظلومين وبأنك الصعيد العالمي وما عمت شنو كدير رطع سخويا واش ماشي مشكلة هادي واش ماشي مصيبة هادي غير قلوا لي فين غادي نزيدكم حاجة أخرى يا كدك النهار قالوا خرجوا واحد البيان بأن ياسي المنصوري وبأن الحموشي سيتابعونا كل شي الناس ليسيئونا إلى المغرب هلاش ما تابعتوش هاد نورزينو هذا ودخلوا وخرج المغرب وبيخيروا على خير ما بايدون أي شي واحد شدوا لشي واحد دوا معاه بحرية وجاي داخل بالباسبور دياللوجوء سياسي واش عرفتون توا ما حناية دابا غير مواطن يكتب شي حاجة غير غير راضي ولا الغلاء ومعب شي حاجة بحلقة يقرقبوا عليه البوليس هادا سب بالمالك هادا جفف الارض بالمالك هادا بالعلم الوطني هادا أشادة بالجيش الجزائري دوا علام غريبيات الصحراء قفرها من كل شي وفي النخر كيجيوك يقولك اللي راح تاب وانتا هادا بند نرتكب جرائم وغدا نقولك مرة نيتبت وما نتحسبش على ذاك الجرائم كاملة دوزت أربعات تسويع عند البوليس تصوروا معي أربعات تسويع ضيعت الوقت ديال البوليس الوقت ديال نيابة العامة وضيعت وقتها نبراسي تانية أربعات تسويع باش نجاوب على واحد مع توه بالعكر والقصيصة ومعه واحد المحامي مقصرين علينا في المغرب وضاربين علينا الفلوس ديال المال العام شكولي غانحاسبوه على هاد المصيبة هاتي غير قولولي لا حوله ولا قوته إلا بالله زيما راح تكلمتش حم الخطراء على شي مصائب كي يطروا في بلادنا واحد غادي نعاود نجدد غادي نعاود نجدد النيداء ديالي المخابرات الخارجية يالله يهديكم بركة ومن هاتفاهات طلعوا المستوعة فكم مش يطلعوا المستوعة في المتابعة ديالي طلعوا المستوى في الأداء ديالكم كتعرفو شحال هو سكت هاد نورزين وغجة وسكت في ناهية واهبة سكتات هنا باش نعرفو بأن كين جهات لكي الخيوط نهار كي بغلو تلقوهم يدوي ويدوي ونهار نجروا يسكتون نهار هذا تحملوا مسؤوليتكم أمام هاد الفضيحة هدي ديال هاد المعتو هلو الأستاذ اللي معاه وثانيا تحملوا مسؤوليتكم أمام هاد الوطن وهاد البلاد باركوا علينا متفاهات باركوا علينا من هاد الخوز عبيلات لأنكم كتضيعوا لنا الوقت كتضيعوا الوقت لهاد الوطن لهاد الشعب لأننا عندنا تحديات بغينا نشوفوا مغرب آخر من غير هاد المغرب اللي كنعيشوا فيه باركوا علينا والله هدي مخلق والله يصوب وشوفو ديما متفائلين نربعات السوية عند البوليس من غير الوقت اللي ضيعت هذا غنقول لكم أفتخر أفتخر أنني جالست شباب من خيرة الشباب ديال المغرب في الأمن الوطني الحمد لله وشفت شباب عاوتاني تهموا بلكسوى اللي تهموا يمكن عاد دخلوا باقي الكسوى جديدة وبين فيه يلا يلا مخرجوا باقي صغير ويعني الأمن في بلادنا الحمد لله راح من الركائز الزوينة اللي عندنا في بلاد دوس ربعات سويع زوينة وتبارك الله عليكم وغادي مقام متفائل بزاف إلى أقصى درجة واقعي ولكن متفائل بمستقبل هذا الوطن وإن شاء الله هادي يكون خير والله يحفظنا ويحفظكم من أي سوء والله يحفظ بلادنا من الفاسدين المفسدين ترجمة نانسي قنقر